بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدام يا سادة احنا عندنا جليس ينطبق عليه جدا جدا الجليس الحسن لما بيبقى موجود في حياتنا بيبقى زي ريح المسك كده بيريح الناس وبيخلي الناس في حالة سعادة وهنا ولما يغيب عديك يعني ايه عديك يعني ان شاء الله يكون ده في عدوك ما يكونش عندنا الجليس ده هو ايه هو التكافل هل احنا محتاجين نتكلم عن التكافل دلوقتي اه لان احنا محتاجين نتكلم عن التكافل من وجهة نظر تاني احنا محتاجين نتكلم عن التكافل لان التكافل في الحقيقة دلوقتي مش فلوسه بس ده فيه تكافل تاني من اهم انواع التكافل في اللي احنا فيه ده وهو التكافل في المشاعر عارفين التكافل في المشاعر ليه؟ عشان لسه شايفين حد للأسف ملقاش حد بيتكافل معاه فانا حياته ومع ان احنا عندنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الكلمة الطيبة صدقة صدقة يعني ايه؟ بتقوم بالدور التكافلي اللي بتقوم بالصدقة ولزيك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا يعني ايه؟ يعني لو كان في حد مش قادر يقدم الصدقة يقدم القول المعروف والمغفرة والعفو والتغاضي عشان الناس ما تتجعش ويتحملوا اكثر مما يتحمل التكافل احلم فيه ان الحاجات التقيلة بنشيلها مع بعض ولذلك من صور التكافل مع بعض المؤسفة في الاحزان حاجة تقيلة بس كمان في التكافل كمان التهنئة في الافراح لان ساعات الافراح ما بتحلوش غير لما يكون الناس متكافلين زي ما جاي في الحديث الشريف المؤمن المؤمن كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا يبقى اذا عندنا تكافل معنوي بالمشاعر والدعم وتكافل حسي بالمال والمسندة يبقى احنا كده ايمين بواجب التكافل بحق في بعض الناس في الحقيقة مش عايزين يقوموا بالعمل ده بالصورة الحقيقية بالصورة المتكاملة دي فبيستبدلوا التكافل المعنوي بشوية فلوس بيضفوها وبيزودوها ويفتكروا كده ان هم ايه وزنوا المسألة الحقيقة ده مش صحيح اولى الناس بهذا التكافل هم اهل البيت اهل بيتك فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهلي وبعدين الجيران الدواير بقى انا بسميه بسميها دواير التكافل اول دايرة من دواير التكافل المنزل الأسرة وبعدين بعد كده ايه الجيران وبعدين ارحام والاصدقاء كل دي دواير التكافل هل بقى بتختلف الفئات المجتمعية في التكافل اه في فئات اكثر احتياجا للتكافل اللي هي ايه بقى كبار السن ما فيه الشك والاطفال والنساء وذو الهمم ولعل دا يظهر في اصد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله في الضعيفين النساء والاطفال ليه لانهم بيحتاجوا تكافل اكتر ليه لانهم تفهين ابدا دا الاطفال اجمل ما فينا والنساء هم معنى ورمز الرحمة والخير والجمال يبقى كده احنا مش بنكفلهم وضعفهم دا مش معنى كده انهم عالى لكن ضعفهم معنى انهم بيحتاجوا مزيد من التكافل وعشان كده حضرت النبي برضو في الحديث قال ايه ليس منا ما لم يوقر كبيرنا بحتاجين تكافل الناس لما بتكبر بتحتاج ان حد يحسسها بان هي بزلت للمجتمع وربت وكبرت فلازم فيه تكافل وزاك في القرآن فيه ايات ملهاش حصل في مسألة التكافل بتحسن على التكافل منها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تكافل ومفهوم البر هنا الاغلب فيه فيه مفهوم التكافل المعنوي وحتى لو فيه جزء حسي لابد ان احنا ناخد الجزء الحسي ده ونكفله ونضعه في التكافل المعنوي وزاك من اعظم وصائح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتحس على التكافل قوله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له تذكروا قوله تعالى كلمة الزاد في القرآن وتزوده فإن خير الزاد التقوى بس التقوى دي ايه ده؟ التقوى ده معنوي يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى التقوى ده زاد يبقى احنا لازم نشوف ده بشكل واضح في حياتنا إن احنا كثير من الأحيين من عنده فضل زاد فضل زاد ايه فضل زاد يعني ايه؟ لسه عنده أمل في ناس خلاص متكسرين محبطين عايشين بلا أمل عايشين الحياة مش يوم بيومها عايشين الحياة والحياة هي اللي بتجرهم أقولكم حاجة احنا ليه تكلمنا النهاردة عن الحاجة دي عشان أنا شفت ناس كتير بيحسوا إن الحياة أنا آسف في التعبير العامي ده بتسحلهم ومحدش بيجي يحميهم حاسين إن هم عايشين لوحدهم حايشين إن هم مفيش حد لا بيسمعهم ولا بيقرب منهم فبيعيشوا كأنهم كالأموات احنا متصورين إن التكافل ده لو ما حصلش أقول الواحد يسترجل أقول لكم حاجة مش في كل الأحوال بتبقى المسألة لما واحد يحتاج لتكافل إنه ضعيف ومحتاج يقوّ إيمانه أو إنه ضعيف ومحتاج إنه يشتغل شوية أبدا لو كان ده كل أنواع التكافل اللي الناس عايزين يسترجلوا ما كانش الشرع الشيء فطلبنا إن إحنا نتكافل حضرت النبي قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة على فكرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع تاني من اليوتم هو يوتم الأحبة إنه واحد حاسس إنه ما عندوش أحبة ونزاك دي من الصداقات الجارية ومن الحاجات اللي اتعمر للقلوب إنه أنت تروح لحد وما لوش زنب يعني إن الناس كلها شايفينه إنه هو مش مهم في حياتهم فحاسس إنه هو بينزاوي 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 لغاية ما وصل للإكتئاب ده محتاج كفالة وهذه من أعظم أنواع الكفالة إن أنت تكفل قلب إنسان إن أنت تكفل خاطر إنسان للأسف الجران النهاردة ما عندوش بيعيشوا بروح التكافل زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم نحن نشوف بيوت جران بيموتوا بيموتوا من الوجع بيموتوا من الوحدة ومحد تسأل فيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين وهو ربع من الأنصار وربع من أهل المدينة بسبب تكافلهم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الخلق ده في الحديث الشريف اللي قال في صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا يعني إيه فني زادهم في الغزو أو قل طعامهم وعيالهم بالمدينة يعني سواء بص سواء الحديث شو ما الحديث دقيق إزاي إذا أرملوا يعني قل الزاد وهم مشيين في الغزو أو قل زادوا عيالهم في المدينة يعني إيه اللي حاصل سواء كانوا في الحرب أو في السلم دي عادة عندهم ده خلق عملوا إيه بقى الأشعريين بقول حضرت النبي جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد وسأدوا لك في النطحن ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية يعني إيه اللي حاصل جمعوا كل اللي عندهم في حاجة زي كده وقسموه إحنا عشرين كل واحد يأخذ بالسوية يقسموه على عشرين نفر منهم بالسوية فهم مني شوف بقى شوف المكان العالي يا بقى لأهل التكافر فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم وعشان كده لازم نفهم المسألة بهذا الشكل في عهد سيدنا أبو بكر حدث قحد وقدم لسيدنا عثمان أرفل ألف راحلة بر وطعام فجاء التوكار نشتري منك بكذا نشتري منك بكذا كل محد يقوله تمن يعني يعني أعطوني تمن أكثر من ذلك قالوا أحدوا يعددوله العشرة باثناشر ولغاية ما وصله فقال أعطوني فوق ذلك لغاية ما وصل إلى إيه لو مين لديك أكثر من ذلك فتلقوا له تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أم سالقة يبقى إيه اللي حصل يبقى وهو راضي راضي بدا راضي بدا يعني إيه يبقى هو حاسس بإيه بأنه هو حصل على ما يريد ليه؟ لأن الناس هنا تكافلوا وذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحسنة بعشر أمثالية وقد تصل الحسنة إلى سبعمائة ضعف يبقى ورح سيدنا عثمان أشهدهم رضي الله عنه على أنها كلها صدقة على فقراء المدينة فمعدن الناس الحقيقي وكرمهم بيظهر في الأوقات الصعبة والتكافل ده بيحصل فيه حاجة غريبة قوي إن التكافل ده قبل ما يقع في قلوب اليتامة يتمة إما يتمة الأهل أو يتمة القلوب خلوا بالكم قبل ما يقع في إيد الفقير فقير الإحساس المليان وجع واللي مليان تعب قبل ما صدقتك بالكلمة الحلوة اللي هتصدق بها زي بالضبط قبل ما القرش اللي أنت هتدهوله قبل ما بيقع في كفه قبل ما بيقع في كف قلبه بيقع في أمين الرحمن حضرت النبي اللي قال كده من تصدق بصدقة من كسب طيب إلا حاصل ولا يقبل الله إلا طيبة يحصل إيه كان إنما يضع في كف الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أي فصيله حتى تصيرك الجبال تيجي كده يوم القيامة تلاقي جبل من الحسنات جبل جبل يوصلك إلى مقام عالي رفيع ليه لأن أنت تصدقت قل ذلك الله سبحانه وتعالى كريم ودود قل ذلك أنت لازم تعرف ده بشكل صحيح إحنا يا سادة لازم نعرف ونشوف إيه اللي ممكن نعمله عشان نزود ده في قلوبنا إحنا التكافل يا سادة في حاجات مهمة جدا اللي لازم نعرفها إن كل محد فينا بيعيش بالتكافل إيه اللي بيحصل بيحصلوا مدد من ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بأبيه وأمي المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ومن كان في حاجة أخي اسمع بقى البشر كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام ومن ستر مسلما ستراه الله يوم القيام إيه الجمال ده ولذلك إحنا لازم نفهم إن التكافل بهذا المعنى بيخلي الحسنة بعشرة أمثالها فلازم نفهم ده عشرة أمثالها يعني إيه تكل حياتك عينترق فيها النعمة ياللي إنت حاسس إن إنت لوحدك وقادت تكفل حد تاني أنا أقول لكم حاجات مجربة وتعالوا نجربها مع بعض ياللي إنت حاسس بالوحشة روح وقفل قلب حد هو كمان حاسس بالوحشة ما رأيت شيئا يذهب وحشة الإنسان ووحدته قد إن الإنسان يذهب وحدة إنسان ووحدته صحيح العربي بيقول إن المصائب يجمعنا المصابين بس أنا بقول حاجة تانية إن التكافل يجمع الناس على أمان الله دخل واحد في أمان الله دخل واحد في أمان الله هذه الكلمة في نفس هذا الشخص يبقى أول حاجة يا سادة ما تجيش تقول ما عنديش طاقة عشان أدي الحد أنا أقول لك حاجة إذا أردت ما فوق الطاقة فكون أنت فاتحا لباب المدد على أحد من المحتاجين أمده كن سبب في مدد ربنا اللي بيوصل إليه ما تستهنش بدأ أبدا يا سادة إحنا عندنا ناس على حفة الهاوية تعالوا نتحالف ونتكاتف إن إحنا أي حد جنبه حد في حال اكتئاب يسارع إن هو يساعده غرقوا المكتئبين بالكلام الحلو تعالوا نعمل مبادرة مبادرة كلمة تداوي كلمة كلمة تداوي كلمة تداوي جرح في القلب كتروا الكلام الحلو كتروا الكلام الإيجابي أول ما تلاقي حد مكتئب قوله كلام إيجابي عنه وردده لغاية ما يصدقه وخليه يعمل حاجات كويسة ساعده ومدله إيديك يبقى أول حاجة كتروا الكلام الحلو وكلمة تداوي كلمة تداوي جرح في القلب الحالة التانية لو سمحت خلي جزء من حياتك كل يوم لخدمة اليتامة يتمة القلوب وخلي جزء من خدمتك كمان للضعفاء والمساكين هتقدر تحس بإنك انتك كل ما تعمل ده هتحس كل ما فيه بركة بتكون في حياتك كل ما حياتك هتبقى أسهل كل ما حياتك هتبقى منورة يبقى كلمة وخدمة وإيه ودعاء في عتمة يبقى كلمة وخدمة ودعوة في عتمة يعني دعوة بالليل كان سيدي الإمام الشفعي كان عنده سنة كده يعمل ايه؟ يتصدق صدقة حلوة أوي يصلي صلاة الجنازة على من لم يصلى عليه من المسلمين انت كمان ممكن تعمل كده تدعي بدعوة صالحة في جوف الليل للمساكين اللي محتاجين كفالة ان ربنا سبحانه وتعالى يكون معهم وهو تستهين بالدعاء الدعاء ده هيخلي في فرجة ربنا يكتبها لحد ويا سلام لما تدعي الواحد وانت عارف ان هو محتاج لهذا الدعاء الدعاء ده مستجاب يبقى ثلاث حاجات انا اظن لو حفظنا عليهم هترجع حياتنا تاني ندوق فيها حلاوة التكافل اللي هو الباب الواسع من مدد ربنا لقلوبنا كلمة وخدمة ودعوة فعتمة يا رب اجعلنا من اهل التكافل عشان ندوق حلاوة مددك وحلاوة سعة ارزقنا لما نكون سبب من اسباب الوسع على الناس يا رب تجلى علينا باسمك الواسع واجعلنا سببا رؤية هذا الوسع على عبادك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره سنجيب عليها ولكن بعد الفاصل اجعنا مرة تانية لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها اسئلتكم واللي بنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وكمان نسعد بتلقي تعليقاتكم وتلقي كمان اقتراحتكم عشان يظل هذا البرنامج في انوار المحبة وانوار مجالس العلم اللي نسأل الله سبحانه وتعالى اللي تحفونا رحمتها وتجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتنا ونرتقي بها درجات اول سؤال عندنا النهاردة بيقول ممكن اعرف من حضرتك هل يجوز اننا نسوم ايام علينا من رمضان في ايام زل حجة اكيد السؤال ده في الغالب هيكون سؤال لسيدة وهي بتقول هل ينفع ان احنا نطبق اللي موجود في ايام الستة من شوال في زل حجة ان احنا نسوم الايام دي ويبقى نفس الحكاية نفس المبدأ اه بس ما لاش دعه من سام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال لا ده مش داخل معانا لكن ينفع ان احنا نقول ان في حد عيسوم الايام العشرة منزل حجة وإن اللي حاصل وينفع ان الصيام ده يكون قضاء ينفع لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من ايام العمل الصالح حبوا الى الله صلى الله عليه وسلم من هذه الايام اللي هي ايام العشرة من زل حجة فيدخل فيها الكلام ده فانا فاذا صامت الايام القضاء التي عليها في زل حجة يحصل لها القضاء ويحصل لها ثوب هذه الايام ايضا واذا صام الرجل برض الايام التي افطرها لعلة المرض او السفر فاذا قضى هذه الايام ايضا في شهر في الايام الاول من زل حجة ان شاء الله يحصل له السواب ويحصل له كمان قضاء هذه الايام يبقى هو ممكن اعرف من حضرتك هل يجوز اننا نصوم ايام علينا من رمضان في ايام زل حجة ايام مش عايزة تقول انه يجوز هي بتقول ايه هل هيحصل لنفس نفس الثواب لو ان انا بصوم الايام دي بس للصيام للعمل الصالح ايحصل نفس الثواب ان شاء الله لان انت او انت نفست امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان انتو تطوعتو وصمتو في هذا اليوم طب بس انا صايم فارد اه بس انت صايم لما لقيك تيجي تكتب فلان صايم في ذي الحجة اذا يحصل له الثواب وهذه بركة من بركات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة من سعة الامة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبع علينا فيا رب الحمد لله على نعمة هذا الدين الذي فيه سعة وفيه بركة وفيه نور يبقى اذا لو صبنا ايام القضاء في هذه الايام ان شاء الله يحصل لنا الثواب ان شاء الله السؤال التاني بيقول انا متجاوزة من تلاتين سنة وعندي اربع اولاد بنتين وولدين زوجي مش بيصلي وحصل بينا مشاكل كتيرة ولم اترك البيت ابدا محافظة على بناتي بس للأسف الولدين مش بيصلوا زي باباهم وافكاره وافكاره دايما غلط في امور حياتنا وانا تعبت ومش قادرة اتحمل لدرجة اني بشعر ان عملي مش مقبول يعني اي عملها الصالح بتحس ان عملها الصالح مش مقبول بسبب حال عيالي وباباهم وانا بصلي وبقرأ القرآن وبصوم وبصلي سنن وكل حاجة هل انا علي زم ممكن اجاوب اجابة مختصرة وممكن اجاوب اجابة حقيقية ليه لاجابة الحقيقية هي بتصلي علي زم اه لا ليس عليك زم ها دي الاجابة المختصرة على سؤالك بس انا شايف ان في اجابة تانية لازم يا شيخ وما بيفطوا الناس لازم يخلوا بالهم ان الناس موجوعة دي واحدة موجوعة موجوعة ليه لان هي حاكت بس لتقدر تحكيه في السؤال لكن هي ما حاكت ليه الناس وجعها هي حاسة ان هي قاعدة ومسكة جمرة من النار لعرفة تحصل ان هي تربي اولادها ولا عرفة كمان تعيش مع زوج بيحقق لها الامان لان الزوجة اللي بتهتم بعبادة زوجها الرجالة فاهمين ان هي بتكون وصية عليهم وبتحامل تقوم بدور الاله اللي هو بيحسب الناس على طاعته حياة ما بتعملش كده حياة يا عايزة ايه عايزة حياة واحدة ان هي تحس ان هي في امان طب ايه علاقة عبادته هو بامانه مش السادة تيجي تقول انا عايزة واحد مش هي بتقول كده انا عايزة واحد يتق الله فيه ما هو لو بيصلي وبيصوم ايه اللي حاصل يبقى الشخص ده هيتق الله فيه طب واذا ما كانش بيصلي ويصوم اذا مش هي بقى بيتق الله فيه يبقى انا عندي مشكلة ايه المشكلة ان انا هوجهه ازاي انا هقدر اصحيه ازاي اذا ازاني وضرني ايه اللي يرجعه ايه اللي اللي يحكمه ايه اللي يخليه يمتنع عن عن انه يؤذيني وانه هو يهددني المفروض تقوى الله وانزاك هي عايزة تقوله ايه وكان نابة تقول لي ده ما بيتيش الله ما بيصليش فانا حاسة بان انا مهددة طيب انا عايزة اقول بس ان انت كده انت آثم شرعا انت انت ضيعت امانة الله الست دي امانة عندك وقلبها امانة عندك واللي انت بتعمله ده للأسف مش بس لا يرضي الله للأسف يعني اثاره وخيمة على أسرتك وانت لو كنت مش مهتم بأسرتك انت هتتواجع كتير والأسرة دي هي احد اهم مصادر الامان للرجل في الحياة قالوا ان في الادارة ان كتير من متاعب العمل بيكون سببها متاعب في الحياة الأسرية الواحد بيبقى موجوع في العمل وحاسس ان هو مالوش ما عندوش شغف وما عندوش احساس بالمسئولية او ما عندوش احساس كمان بان هو بيطلب مستقبل في هذا العمل قالوا في الغالب بيبقى عنده مشكلة في أسرته عدم الاهتمام في البيت ده الاهتمام في البيت ده ربنا جعله فينا عشان تؤسس فينا الرجولة ومش بس تؤسس فينا الرجولة ونحس بان احنا عندنا ادوار في حياة غيرنا فربنا جعل لنا حياء كده مجال آمن اسمه البيت والأسرة ولذلك سيبكم من كلام الناس اول نجاح للرجل بيكون نجاحه في أسرته واهم نجاح للرجل ونجاحه في أسرته عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤون عن رعيتي الرجل راعن ومسؤون عن رعيتي ثم أرضف والمرأة راعية في بيتي زوجها البيت منسوب إليك مش بس منسوب إليك لان انت اللي عنفقت ومش بس عشان انت اللي جبت الشقة ولا البيت ده منسوب إليك لان انت عليك انت الأساس في أمان البيت انت الأساس في رعاية البيت و لذلك لازم نشوف بقى العقاب إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول كبيرة فأنت لو ضيعت أولادك أنت وقردت نفسك للنار فاتق الله سبحانه وتعالى ست موجوعة ومش قادرة تتكلم والأولاد بدأ يظهر عليهم الأثار السلبية يعني بدأ الضياع الأولاد بيضيعوا طاعة الله اللي بتكون حصن وباب كبير للقيم والأخلاق بيضيعوها مستنى إيه؟ مستنى لما تيجي تبكي على واحد فيهم بسبب إدمان ولا تبكي على واحدة فيهم بسبب علاقات مش مناسبة اتق الله اتق الله في أهلك ولا تضيع أهلك لأن الله سبحانه وتعالى فإذا ضيعت أهلك فأنت أهلك الناس فأهلك هم الذين يكونوا سببا في نجاتك إذا أردت أن يكونوا سببا في نجاتك فاتق الله فيهم السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد بعض المأذنين الشرعيين التابعين للطيار السلفي عند عقد القران لا يذكرون عبارة على ماذا بالإمام أبي حنيفة النعمان أرجو الإفادة السؤال ده مهم ولطيف أولاً هم ما بيعملوش كده ليه ما بيعملوش كده لأن في الحقيقة في حاجة كده وكأنها لوسة وكأنها ضرب من ضروب الجنون هو متصور أن الأئمة الأربعة دولا لا يسيرون ولا يتابعون حضرة النبي بالعكس ده بيخلوا أتبعهم بيعملوا حاجة أسوأ من كده أصلية قالت لي أرجو الإفادة أنا لازم أتكلم في إيه في أصل الحكاية أصل الحكاية إيه بقى اللي هو بيخلي يروج للناس وخاصة هم عندهم عداء كبير للإمام أبي حنيفة وأقول لكم ليه بقى عداء كبير مع الإمام أبي حنيفة عداء يرجع لعداءهم مع المجتمع والدولة يا ناراب يطمع أقول أه أه أقول لحضرتك ليه عداءهم مع المجتمع والدولة لأن بينص عندنا نص في قوانين أحوال الشخصية إذا لم نجد المسألة منصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية فنعود للمعتمد من ماذا بالسادة الحنفية طب ليه تم اختيار ماذا بالسادة الحنفية ماذا كثير فيه قضية تاريخية بس فيه قضية كمان عملية إن ماذا بالسادة الحنفية هو من أكثر المذاهب الذي تم الاستناد إليه وكان مرجعا في القضاء وفي الفتوى فأصبح مذهب قريب من المجتمع بسبب هذين مسألة بالمناسبة أنا شافحي بس إيه لكن أنا وبافتي معكم وبافتي بماذا بالسادة الحنفية وبافتي بماذا بالسادة المالكية لأن نحن نفتي بالأصلح لكن الشاهد شوف إزاي إحنا فهمين مع الاختلاف المذهبي إحنا عارفين قيمة وقامة كل إمام من الأهمة فسادنا الإمام وحنيفة كان بديعا في النظر في سياقات الأشياء والعمل بالمقاص والعمل بالمعاني العامة فلذلك بقى قريب من الاستعمال في القضاء مش معنى كده أن السادة الشفعية ما عندهم شي ده أي السادة الشفعية كذلك عندهم نفس المسألة فأخونا بقى اللي هو صاحب الطيار السلفي ده ما بيقولش كده ليه لأنه روج لدى الناس حاجة من أخبث ما يكون إن الإمام أبو حنيفة يعمل بالرأ يعني يستهين اسمع بقى يستهين يستهين بي يا سيدي يستهين بسنة رسول الله وإن رأيه اللي من دماغه اللي هو هوا أهم عنده من إيه من حديث رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا عبس ليس هناك مذهب إلا وعنده كتب لأدلة الأحكام من درجة أني شرح مشكلة الأثار بتاع الإمام التحاوي اللي هو مساعد بيروحوا ويخرجوا الحديث أو يتكلموا عند اختلاف الحديث ده ده الإمام ده حنفي بس هم في الحقيقة عندهم حاجة واحدة بس يروجوا هذه الأشعات عشان الناس تتشكك في حياتها الدينية فيذهبوا إلى إيه؟ إلى أن المجتمع مش متدين طيب إذا المجتمع أراد الخلاص يبقى يذهبوا لمين؟ يذهبوا لهذا الطيار هذا عبس وهذه أكذوبة والإمام أبو حنيفة له مسند وكان من أكثر الناس اتباعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بحديث رسول الله ليس هناك إمام إلا والعمل بالسنة ركن من أركان مذهبه هذا كلام فارغ وهذا كلام سفيه المرد منه في الحقيقة هو أن يجعلوا أهل هذا المجتمع وأهل مصر يشكوا في زواجهم ويشكوا في دينهم لا لشيء إلا لأنهم يمارسون على الأرض تكفير المجتمع وتفسيق المجتمع لأجل ماذا؟ لكي إذا أردتم أن تتوبوا هم بيقولوا كده إذا أردتم أن تتوبوا ليس لكم إلا أن تسيروا خرف من يتبعون سنة رسول الله أقول لكم حاجة عشان كده عنقول في العقود بتاعتنا على مدى بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لأنه كان إماما وعلما في اتباع سنة رسول الله فاصل ونكمل أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة والسؤال التالي بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إذنك يا فاطلة الشيخ هي في حكم الزوجية يعني هي ما زالت في حكم الزوجية هو طبعا عايز يبدل زوجة بزوجة يبا هو لازم ينتظر لما إيه لأنه عنده أربع زوجات فإذا تزوج واحدة تاني واحدة ما يطلق الأولى هي لسه في العدة فهي في حكم الزوجية والدليل على ذلك أنه يستطيع أن يراجعها فإلا حاصل فما ينفعش يتجوز واحدة تانية إلا بعد أن تنقضي عدة دي عشان يبقى هو متجوز ثلاثة لأنها ما زالت في عدتها هتظل في حكم الزوجية وعشان كده ما ينفعش والدليل على ذلك أنه لما بيرجعها وهي في العدة بيرجعها بالكلمة لأنها ما زالت في حكم الإيه في حكم الزوجية يبقى إذن ما ينفعش أنه يعمل الكلام ده ما ينفعش أنه يتجوز تاني يوم الأمر التاني يوم المهمة أنا عايز أقول لكم حاجة بقى إحنا بس ما حد نشفهم أن إحنا بنحرم شرع الله طيب إحنا بيقول كده ليه لأن في بعض الناس عندهما هذا المعنى يا جماعة الخير إحنا عايزين بس نفهم ليه الشرع الشريف جعل فيه عدة وجعل فيه أمور زي دي من الحكم مش من العلل أن فيه عدة أن الناس تبرأ تتعافى واحد متجوز امرأة وكان بينهم حب أو بينهم مشاكل ياسيدي ونفصلوا مش تتعافى مش يحصل تعافى ده أقل مدة للتعافى التلات تشور دول اللي هي مش هتبقى تلات تشور اللي هي التلات حيضات يعني أو التلات تشور عند الخلاص آأة قيسة من الحير طب واحدة واحدة بس تعافى يا أخي أنت مطلع أو أنت عندك تلات زوجات يعني هو مش هايجي الشخص ده يجي وقول لي والله أنا والله عايز أعف نفسي أنت عندك تلات زوجات يا سيدي ما تراجع نفسك ما قد تكون أنت أصلا مش محتاج الزوج الرابعة فيا سيدي واحدة واحدة أربع على نفسك هقول لي حبيبك حاجة فكرة أن الرجل يتنقل مع زوجات كتيرة في العصر بتاعنا مش في العصر في العصر بتاعنا في مشكلة دايما بقول لي الناس لما يجي حد يقول لي أنا عايز أعدي زوجات وأطلق واحدة وبسرعة أتجاوز التانية أقول له لحظة بس عندي نظرة يسمعها الربع الخالي كده الربع الخالي ده وهو في الرجال أكتر من الستات إيه اللي بيحصل إن فيه رجالة كتير مش ستات كتير رجال موجود في ستاتات برضه عندهم ربع خالي يعني إيه لو حطله مال أرون إيه اللي حاصل برضه ما يشبعش لو حطلت له ستات الدنيا ما يسبع ما يشبعش لو خليته أوجه واحد في الخلق ما يوجه ما يحصلوش إنه وإيه يشبع وما ليه الحل الحل اللي قال الرسول اللي يحصل قال لي رأي فق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا راضي منها الآخر ولزاك الربع الخالي ده بيتسدب تلت حروف الره والضاد والألف الرضا 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 يا سيدة طب أنت بتقول ليه ما تجاوب على السؤال لأنا بتكلم كمان بتكلم على السؤال في البيئة لأنه وكأنه طرح علي السؤال كأنه سؤال إيه سؤال عام كده فأنا ما تجاوب كمان في الإطارة العام أنت ما تجيش تسألني سؤال في الإطارة العام وما تكلمش الناس عن أحد أهم التحديات والفتن اللي بتحصل للناس اللي هم كثير للزواج أربع نفسك وتأكد أن أنت ما عندكش ده قد يكون اللي أنت محتاجه مش محتاج أن أنت تتنقل ما بين زوجات كثيرات أنت محتاج رضا انترضى وزاك كثير من الناس يجي يقول لي أنا زوجات الأخرىات مفهوم شعيب وما لا عايز تجاوز تاني ليه أصلاح عايز أجاوز كل الستات يعني أشوف كل الستات دولة زي الألوان زي الفواكه لا الستات دولة بن أدمين بالمناسبة يا صديقي السدات دولة بن أدمين بيتوجعوا وبيتكسر خطرهم فاتق الله سبحانه وتعالى في زوجاتك السؤال اللي بعد كده بيقول بس إيه أنا جاوبت وقلت له إيه ما ينفعش يتجاوز حتى تنقضي عدة الزوجة الرابعة عشان يتزوج مرأة أخرى السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم أنا اسمي وعايز أعرف يعني إيه حد يظلم حد والظالم خايف يرد عليه ولا حاجة الظلم ده تأشكاله وأنواع وكل أخذ حق من حد بغير وجه ده ظلم افرد واحد خد مكان حد في وظيفة بالتحايل وظلم افرد واحد بس أنا عندي مشكلة أقول هالك بس الأول خالص أذكر بس الظالم بأن الظلم الظلمات يوم القيام أن الظلم ماذا الظلمات يوم القيام وحضرت النبي يقول ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار تخيل لما رحمة الله للعالمين هو اللي قطع لك قطعة من النار أنت تبقى ده يبقى زنبك وحش أوي وحش أوي أن أنت بتأكل أموال الناس بالباطل فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها التخيير ده لإيه للتهديد ده مش حضرت النبي بيقوله انت حر ممكن تاخدها أو تسيبها لا ده حضرت النبي بيهدده فلذلك هو لازم يفهم ده وما يعملش كده فإذا عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى وعايز أقولكم حاجة بس بقلق شوية الناس بقى أعزاد فيهم المظلومية فلازم نتأكد بس قبل ما نتهم الناس بالظلم كمان أن اللي احنا بندعي أنه ظلم ما كانش اختلاف وجهات النظر أقول لكم ليه لأن كتير من المظلم اللي أنا بشوفها الأيام دي إيه اللي حاصل فتبقى اختلاف وجهات النظر بس الناس خليتها ظلم وعشان كده عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى ونكون دقيقين في وصف مظلمنا عند الناس يا أيها الظالم ارجع فإن لك مسافة ولك عودة ورد المظلمة لصاحبها لأن المظلمة لو بقيت أنت لن تتحمل هيقاب المظلمة يوم القيام وأيها المظلومين ويا أيها المظلمون إيه اللي حاصل؟ تأكدوا أن ده ما كانش في إيه اختلاف وجهات النظر لأنه ممكن وإنت بتدعي أن أنت لك مظلمة تكون أنت اللي وقعت في الظلم وعشان كده نكون من أهل الاتزان إحنا النهار دا تكلمنا عن معنى من المعاني اللي بتنقذ الناس من الموت التكافل التكافل يا سادة اسمعوا مني طوق نجاة يا ريت تكون أنت اللي بتقدم الطوق للنجاة دي للناس لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع خليك طوق نجاة للناس بالتكافل كلمة منك ممكن تمنع واحد من الانتحار وكلمة منك كمان وعمل صالح وخدمة ممكن تنقذ واحد من الانكسار يا سادة انت ليكم الاختيار أن انت تعيشوا مع أهل التكافل اللي هم أهل الأنوار أو تصهينوا وتسيبوا الناس تحترق في وسط الحاجة والنار اللي بينقذ حد من النار مالوش مكان غير في جنة مدد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخر يا رب جعلنا سبب من أسباب وصول مددك للعباد جعلنا يا رب من أهل التكافل ومن أهل الدعم ومن أهل المساندة ويا رب تخلناش أبدا نحبس كلمة في قلوبنا ولا في صدورنا تنفع حد يا رب رزقنا رقة في القلب عشان نسارع في إنقاذ عبيدك بمددك عشان يحمدوك على نعمتك وإنك جعلت في الحياة ناس من أهل الخير لما يختاروا إنهم يكونوا من أهل التكافر يا رب اجعلنا نذوق حلاوة سر أليس الله بكافر عبدك عندما تجعلنا من العبيد الذين يسيرون بين العباد بالتخفيف والتيسير والفتح لكل أبواب مغلقة انهمنا يا رب المدد والعون وجعلنا نعيش في كرمك يا أكرم الأكرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر